لنفرض أن لدينا طريق منحدر من الجليد أعتقد أنه ربما اسمين أو نوع من مستوى مائل مصنوع من الجليد سنجعل كل شيء من الجليد في هذا الفيديو بحيث يكون الاحتكاك مهمل أو لا يذكر إذن هذا هنا الإنحدار مصنوع من الجليد وهذه الزاوية هنا سنقول أنها 30 درجة لنقل هذا هو السطح المائل ومصنوع من الجليد ولدينا كتلة أو مكعب من الجليد إذن هذا مكعب الجليد لامح كلمعان الجليد ولديه كتلة الكتلة له هي 10 كيلوغرام وما أريد عمله هو تفكير ماذا سيحدث لمكعب الجليد إذن أول شيء ما هي القوة المؤثرة عليه إذا افترضنا أننا على الأرض وسوف نكون قريبين من السطح ومن ثم هناك قوة الجاذبية هناك قوة الجاذبية مؤثرة على مكعب الجليد قوة الجاذبية وقوة الجاذبية ستكون مساوية وعلى الأقل مقدارها سيكون في اتجاه الأسفل مقدارها سيكون كتلة مكعب الجليد ضرب مجال الجاذبية ضرب 9.8 بالعشر متر لكل ثانية تربيع إذن ستكون 98 نيوتن للأسفل أخذت لتة وعشر كيلوغرام لنكتب هذا إذن القوة بسبب الجاذبية ستكون 10 ضرب 9.8 بالعشر متر في الثانية تربيع للأسفل وهذا سوف يساوي هذه التسعة فاصلة ثمانية متر في الثانية تربيع للأسفل وهو المجال المتجهي لمجال الجاذبية قرب السطح الأرض أعتقد طريقة واحدة لتفكير بهذا أحيانا ترى سالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع والسالب يعطي الاتجاه ضمنيا لأنه المتعرف عليه هو الموجب للأعلى والسالب للأسفل لكن سنسير مع هذا هنا مقدار المتجه هو 10 ضرب 9.8 وهو 98 كيلو متر لكل ثانية تربيع وهو نفس الشيء كان نيوتن إذن المقدار هنا هو 98 نيوتن ويشير للأسفل الآن ما سنقوم به هو تقسيم المتجه إلى مركبين واحد عمودي والآخر موازي للسطح المائل لنقوم بهذا إذن بالبداية لنفكر بالعمودي على سطح الإنحدار إذن العمودي على السطح الإنحدار إذن هذه هنا هي الزاوية وشاهدنا في الفيديو السابق مهما كانت الزاوية هنا ستكون أيضا نفس الزاوية هنا إذن هذه الزاوية هنا ستكون أيضا 30 درجة ويمكن استخدام هذه المعلومة لإيجاد مقدار المتجه الموجود هنا هذا المتجه وتذكر هذا المتجه البرتقالي هو مركبة قوة الجاذبية التي هي عمودية على السطح ومن ثم سيكون هناك مركبة معينة وهي موازية للسطح سأرسمها بالأصفر مركبة معينة لقوة الجاذبية التي هي عمودية على السطح وواضح هذه هي الزاوية لأن هذا عمودي على السطح وهذا موازي للسطح إذن سيكون أيضا عمودي على السطح وهو أيضا عمودي على المتجه هنا إذن يمكن استخدام أساسيات حساب المثلثات كما في الفيديو السابق لإيجاد مقدار هذا المتجه البرتقالي والمتجه الأصفر هنا ومقدار هذا المتجه البرتقالي على الوتر سيكون مساوي لجابة 30 لجابة 30 أو يمكن القول مقدار هذا هو 98 ضرب جتة 30 ضرب جتة 30 درجة حسنا 98 ضرب جتة 30 درجة نيوتن وإذا أردنا كل المتجه هو في هذا الاتجاه في الاتجاه داخل إلى سطح المستوى وبناء على حساب المثلثات البسيط وقمنا بهذا بتفاصيل أكبر في الفيديو السابق لنعلم أن هذه المركبة لهذا المتجه الموازي لسطح المستوى سيكون 98 جتة 30 درجة ضرب جتة 30 درجة وهذا مباشر من هذا المقدار المقابل للزاوية على الوتر المقابل على الوتر يساوي جيب الزاوية قمنا بكل هذا هنا لا أريد التكرار لكن أريد أن أؤكد أن هذا في حساب المثلثات المباشر إذن مباشرة في حساب المثلثات الأساسي إذن حالما تقوم بهذا ستعرف المركبات المتعلقة بهذا الجتة 30 درجة هو الجذر التربيعي لثلاث على اثنان وجيب الثلاثون درجة هو نصف هذا واحد من الأشياء التي تعلمناها ويمكن اشتقاقها بنفسك باستخدام المثلثات ثلاثون ستون تسعون متساوي الأضلاع أو مثلثات أو باستخدام الحاسبة لكن هو أيضا واحد من هذه الأشياء التي تحفظها عند استخدام حساب المثلثات إذن لا يوجد شيء سحري كنت به هنا إذن إذا حسبت 98 ضرب الجذر التربيعي لثلاث على اثنان نيوتن إذا حسبت 98 ضرب الجذر التربيعي لثلاث على اثنان لنكتب هذا القوة تساوي القوة لمركبة الجاذبية العمودية على السطح وهذا نوع من الضمنية التي يعطينا الاتجاه هو عمودي على المستوى لكن القوة مركبة الجاذبية العمودية على المستوى تساوي 98 ضرب الجذر التربيعي لثلاث على اثنان حسناً 98 تقسيم اثنان تساوي 49 ضرب جذر الثلاث نيوتن والاتجاه إلى داخل سطح المستوى أو للأسفل سأكتب داخل سطح المستوى into surface of plane أو سطح المنحدر وفي هذا الاتجاه هنا ويجب فعل هذا لأنه متجه يجب أن أقول لكم بأي اتجاه يسير ومركبة قوة الجاذبية الموازية رسمتها هنا لكن يمكن نقلها هنا هو نفس المتجه بالضبط مركبة الجاذبية الموازية لسطح المستوى هو 98 ضرب جايب الثلاثون وهو 98 ضرب نصف وهو 40 نيوتن ويسير في هذا الاتجاه أو موازي لسطح المستوى موازي لسطح المستوي دائما لدي مشكلة في تهجئة هذا موازي لسطح المستوى أو المستوي السطح المائل حسنا إذا كانت هذه القوى الوحيدة المؤثرة إذن إذا كان لدينا محصلة قوى تسير إلى داخل سطح المستوى لتسعون وأربعون تربيع جاذر الثلاث إذا كانت هذه القوى الوحيدة المؤثرة على هذا البعد أو في هذا البعد العمودي على السطح المستوي ماذا سيحدث؟ يجب علي أن أقول السطح المائل لكي لا أقوم بتهجئة هذه حسنا إذا هذا سيتسارع للداخل من السطح المائل لكن نعلم أنها تتسارع نعلم يوجد هذا السطح الذي يمنعه من التسارع إذا على الأقل في هذا البعد لن يكون هناك تسارع عندما أتحدث عن هذا البعد أتحدث عن الاتجاه العمودي على السطح المائل المائل لن يكون هناك تسارع لأن هذا الوتد هنا إذا الوتد يبذل قوة والتي تعادل أو تبطل القوة العمودية للمركبة الجاذبية العمودية للجاذبية المركبة العمودية الجاذبية قد تخمن ماذا تسمى الوتد يبذل قوة هكذا ستكون ثمان وتسعون نيوتن للأعلى إذا سأسميها سأسميها ثمان وتسعون والوتد يبذل أي سفة ليس ثمان وتسعون هي تسع وأربعون الجذر التربيعي لثلاث هي تسع وأربعون الجذر التربيعي لثلاث نيوتن خارج السطح أو 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 الأخرى لدينا. لدينا القوى الموازية للسطلح. وإذا افترضنا لا يوجد احتكاك ويمكن الافتراض لا يوجد احتكاك في هذا الفيديو لأننا افترضنا الجليد على الجليد. ماذا سيحدث؟ لا يوجد قوى معادلة لهذه التسعة وأربعون نيوتن. حسناً تسعة وأربعون نيوتن موازية للأسفل. يجب القول موازية للأسفل لأسفل سطح السطح المائل. ماذا سيحدث؟ حسناً سيتسارع في هذا الاتجاه. لدينا قوى تساوي للكتلة ضرب التسارع. القوى تساوي الكتلة ضرب التسارع. F تساوي M ضرب A. إذن نقسم الطرفين على الكتلة. لو نحصل على القوى على الكتلة تساوي التسارع. هنا القوى هي تسع وأربعون نيوتن في هذا الاتجاه. موازية للأسفل للسطح المائل. إذا قسمنا الطرفين على الكتلة. إذا قسمنا كلا هذين. إذا قسمنا على الكتلة. إذا هذا نفس الشيء قد تقسيمه على عشرة كيلوغرام. تقسيم على عشرة. هذا سيعطينا التسارع. سيعطينا التسارع. إذا التسارع هو تسع وأربعون نيوتن ثانية تربيع. ومن ثم سنحصل على التسارع. سيكون أربعة فاصلة تسعة متر لكل ثانية تربيع. يمكن أن أقول موازي. أو يمكنني كتابة موازي لأسفل السطح. موازي لأسفل السطح. موازي لأسفل السطح. برر الداونوردز. حسنا. الآن سأترككم هنا. وسأترككم تفكرون في شيء آخر. وسنتحدث عنه في الفيديو التالي. ماذا لو كانت هذه ثابتة؟ إذا لم تكن تتسارع للأسفل. إذا لم تتسارع ولم تنزلق للأسفل. ماذا ستكون القوة التي ستبقيها في حالة من السكون؟ سنفكر في هذا في الفيديو التالي. أراكم قريبا. إلى اللقاء.